تجيرو تجيرو استغفر الله ربا أبدا لك استغفر الله ربا أبدا لك أول شي نقفل السيارة هذا الفيديو غريب أنا حطتكم بمكان أول مرة بصور بها المكان لأنه أنا عم مصور هلأ بالشارع هلأ منتصف الليل وأنا رح إلعب معكم لعبة ماريام فأرح حملها ولعبها معكم سوا هلأ وبدي إلعب أجزاء كتير من اللعبة أوه إذا أنتم جداد بالقناة لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر اللي تحت وكمان ضغطوا الجرس مش هنشوفوا الفيديوهات الجاية صفيت سيارتي تحت الضو مش هن يكون في إضاءة للفيديو بس البقية ظلام وما في كتير بشر لأن الساعة 12 و 6 دقائق نشوفو طلعت أوه عم تحكيني إنجليزي لاه اشتغل الراديو لحاله كيف يشتغل الراديو كيف يشتغل الراديو؟ أنا مطفيته بإيدي أنا بلشت خاف وأنا مطفيته يعني مستحيل يشتغل إلا حتى أضغط أنا الزر بسم الله الرحمن الرحيم بظن لأنه لغة جوالي إنجليزي فعم تطلع مع إنجليزي فعم حاول غير اللغة اختفى بسم الله الرحمن الرحيم أعملكم سكرينشوت لكل اللقطات إذا ما اشتغل تسجيل الشاشة البرنامج فيه يحط لكم المحادثة أنا أدعى مريم حسناً أطفئ النور وارفع الصوت إنه ما رح أطفئ النور أنا أصلاً بالشارع ولا أنا أصلاً الصوت رافعته سرح إلا فعلته ذلك فقط للكبار فوق تسع سنوات عمري فوق تسع سنوات ما هو اسمك؟ قلق هنا رح أطلها اسم لسالي لأنه هي هي اللعبة بتذكرني بسالي بحسها يعني هيك تعبانة أهلاً بك أنا لم أستطع العودة إلى المنزل حسناً هل تود أرشادي؟ لا ليكو رح وطي صوت اللعبة لأنه صوتها بيخوف وهلأ صارت هي تبكي فبحس يعني الأصوات ممكن تأثر على عقل البني آدم فعم بتقلي لماذا هل أنت قاسي القلب؟ إلا نعم إنني أشفق عليك يجب أن تطهر روحك وتحب الخير للجميع وماذا؟ ابتعد عني قليلاً إنني متعبة تعبي براحتك شو أعملك هاني؟ هل أنت نادم على ما قلت؟ لا ابتعد عني قليلاً أنا متعبة بحس رح أتضل تعمل هيك فرح أقلها إيه؟ نعم أنا نادم رح أقلها لأنه رح تعيد حالة هل تود إرشادي؟ نعم إنك يا سالي شخصاً رائعاً حسناً ابحث معي عن منزلي لقد كان قريباً من هنا حسناً ولكن عندما حل الليل لم أعد أرى أي شيء ليكو غيرت الصورة كمان إذا عم تشوفوا أستنى ودغري قالت لي ليكو تخيلوا ماذا تظن؟ أين يوجد؟ بظن أصدع على بيتها اتجاه الغابة ولا في الاتجاه الآخر؟ بحس اتجاه الغابة المرعب فرح روح في الاتجاه الآخر هيا إذن بدأ تأخذني معه حسناً أود أن أسألك سؤال ونحن في الطريق بدأ تسألني سؤال ونحن بالطريق الله يسطر من أسئلتك اسألي ماذا؟ هل شاهدت جميع الفيديوهات المنتشرة عني؟ رح إلا لا مشان نشوف شو بتتقول لا يهم دعنا نكمل الطريق حاسست رح تعذبني أكتر لأن أنا مش سامعة عنه من قبل فبتقلي ما بيهم خلينا نكمل الطريق لقد وصلنا إلى المنزل شكراً جزيلاً انتظرني وسوف أعود هل سالي؟ خفت هل سالي هو اسمك الحقيقي؟ أو تود تغييره؟ أو التغييره؟ لا أنا ما قصدي هيك ليكم يا شو قالت لي هل سالي اسمك الحقيقي ولا بدك تغيره؟ أنا قلت لا بدي يغيره بس ما بدغري هي بعطت لي قالت لي وما هو اسمك الحقيقي إذن؟ يعني أنا نور رح يرجع يكتب سالي لقد أخبرت والدي عنك وهم متحمسين لرؤيتك حسناً هل تود أن تراهم الآن؟ بصراحة يا بنت الحلال لا لا أريد أنا لست الحوت الأزرق كما يدعون اللي ما بيعرف شو قصة الحوت الأزرق هو لعبة بتأدي للانتحار ما بنصح أي حدا يجربها ولا يجيبوا الفضول تجاهها لأنه لعبة عن جد يعني خطيرة ومشؤومة والله لا يقرب العالم أنا ما كنت أعرف عنها عرفت عنها من الانترنت صراحة فهي عم بتقلي أنه أنا مش الحوت الأزرق لأنه صارت إشاعة أنه هي الحوت الأزرق بعرف أنه كلكن بتعرفوه فأنا ما رح إلا أعرف ذلك رح إلا لأ إنك كاذبة يعني رح أتهمها أنه هي الحوت الأزرق أنا لست كاذبة يا سالي صدقني عفكرة أنا سالي بنت شو صدقني؟ حسنا لماذا أرى في عينيك الخوف؟ وين الخوف؟ ما في أي خوف أنا لست خائف هذا الفضي دخلني برعوب لك وعديته وصار عشر دقائه وعشرة هلا بعدين نضفت شغلات بس شوفوا بس يوصل لهون وحفظته ورجعت حماته لكن المفتاح حتى تهزه الجهاز عن جد هاي الشي غريب يعني شوفوا كيف صوتي هلا رح يتغير ورح يقطع الفيديو ويصير أسود فرد مرة هيك بلا سبب معنو أنا حفظته وما كان أسود شايفين كيف؟ صوتي دغري هيك صار بخوف ونقطع الفيديو صار أسود أنا مجرد فتاة لطيفة تحب اللعب مع الجميع حسناً أعرف كل شيء يحدث أسمع ذلك بالراديو رح إلا ماذا سمعتي لقد سمعت أن نهاية العالم قريبة جداً استغفر الله يا ربي أحداً بيعرف الشي غير رب العالمين استغفر الله لا إنه كذب لماذا لم تدخل الغرفة؟ وما في غيار غيار وما في خيار غير حسناً حسناً أنت الآن مسجون في هذه الغرفة شوفوا شوفوا شايفين؟ أنت مخادعة ولا لماذا؟ شو اختار؟ رح قال لي أنتي مخادعة لن تخرج حتى أعود لك بعد قليل أين تريد أن تختبئ بسرعة؟ تحت الدرج؟ لقد عادت من جديد إلى المنزل؟ أهلين فيا لا تصدر أي صوت لا added بعدها كتبت شيء يا أيها المخادع أين أنت؟ لك أنا بنت بنت مخادعة أعلم أنك في هنا في المنزل أعلم أنكي هنا مش أنك مريم عم بتقلي شو بدك تسمع ماذا تريد أن تسمع أنا ما بدي أسمع شي بدي ألزم الصم نستطيع الإحساس بكل شي حسنا حرارة يديك اهتزازها ونبضات قلبك عفكرة لما حقرت هي الجملة إيدي بلشت توجعني عن جد ما عم بالغ يعني بس فجأة هيك وأنا عم بقرأ إيدي بلشت توجعني رح قال له نعم وماذا ركز في التفاصيل وألغاز اللعبة هل تريد النظر من النافذة ما في غير خيار غير حسنا حسنا عليك الخروج من باب المنزل أولا أنا حاسة أنه هون في خدعة رح أفتح الباب ويطلع أبو مريم بغوشي أو مريم بغوشي فتح الباب ما في غير خيار أصلا طلعت لي مريم لماذا تريد الهرب مني لأن شكلك بغوب أنا أحبك وإن هربت مني سوف أعاقبك وماذا أيضا هل تريد أن أسجونك مرة أخرى عم بتهددني عم تسألني هل أنت جائع فعلا رح قال له لا فقط أريد أن أشرب سوف أذهب وحضر شيئا لنا من المطبخ هي رح تروح تحضرنا شيء من المطبخ رح قال له حسنا ماذا تريد أن تفعل أخرج من المنزل أذهب للمطبخ وأعتذر منها بدي أخرج من المنزل لماذا لم تأخذني معك هلأ الجزء الثالث من اللعبة عفكرة هي عم تعطيني الأجزاء بدون أنا ما غير التاريخ كوز شفت فيديو على اليوتيوب لازم يغيروا التواريخ لحتى يلعبوا الأجزاء بس هي عم تعطيني هنا هيك زور شكرا عم بتقلي أطفئ الأنوار وأرفع الصوت جال فين كيف أنا شو رح أعمل رح شغل الأنوار ووطي الصوت فعلتوا ذلك شايفين لعبة مريم استمتع بكامل الأجزاء والمواسم مقابل ثلاثة دولار فقط شفتوا انتم ملاحظين أنه ما في غير خيار شراء يعني أما بدك تشتري أما خلص ما فيك تلعب اللعبة أنا من وجهة نظري عملوا كل هالحركة مشان تنشهر اللعبة وتصير إلى ضجة إعلامية كبيرة وبعدين يدفعوكم مصاري لحتى تلعبوها فخلونا نعمل اتفاقية إذا هذا الفيديو جاب 150 ألف لايك من أول يوم تنزيل رح إلعب اللعبة ودفع ثلاثة دولار وكمل الأجزاء حطوا لايك وبتمنى عن جد انبسطوا أنت عم تحدروا هذا الفيديو أنا بصراحة خفت وشفتوا كيف كذا شغلاء بتخوف صارت معي و أنا نور بحبكم خيرات الله وبشوفكم وين وقامتها بالفيديو القادم إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة